هناك قضية واضحة جدا الاهتمام بكربلة والاهتمام بالشأن الحسيني والاهتمام بزيارة الحسيني والاهتمام بذكر الحسيني منذ أيام رسول الله أدل دليل تراب كربلاء في المدينة المنورة ماذا يفعل هناك عند أم سلمة والنبي يأمرها أن تحتفظ به عندها قارورة أم سلمة ماذا تصنع كربلاء في المدينة لو لم تكن كربلاء هي الأصل في مشروع محمد صلى الله عليه وآله لما قال محمد حسين مني وأنا من حسين صلى الله على محمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين الاهتمام بذكر الحسيني ومصيبة الحسيني وزيارة الحسيني وتربة الحسيني وكل ما يرتبط بالحسيني صلوات الله عليه هو الذي جعل الزيارات الوفيرة تترى من أئمتنا علينا أتحدث عن نصوص الزيارات وعن تفاصيل طقوسها ومراسمها زيارات طويلة زيارات متوسطة زيارات مختصرة زيارات على البعد زيارات على القرب زيارات مخصوصة زيارات مطلقة زيارات الحسيني عالم وسيع في ثقافة العترة الطاهرة هذه الزيارات لها طقوس هذه الزيارات لها مناسك فهناك قبر الحسيني وهناك مناسك عند رأس الحسيني وهناك مناسك عند رجل الحسيني عند علي بن الحسين عند الشهداء عند حبيب الأسدي عند قمر بن هاشم هناك صلوات وأدعية وعبادات لا يمكن أن تكون هذه التشريعات من دون أرضية مخططة ومنظمة أن يأتي الأسديون هكذا والأجساد من دون رؤوس بحسب الاحتمالات دفنوا الأجساد وشخصوها فقالوا هنا الحسين وهنا علي بن الحسين وهنا الشهداء وهنا حبيب وهنا العباس أجساد من دون رؤوس كيف شخصوها ثم لماذا لم يجمعوا بين العباس والشهداء لماذا جعلوا حبيبا في قبر لوحده لماذا لأنه أسدي وهم أسديون كيف عرفوا أن الجسد هذا يعود لحبيب ما هناك أسديون غيره في أنصار الحسين مسلم بن عوسج ما هو أسدي ومن وجوه الأسديين وغيره مسلم أيضا هناك العديد من الأسديين في أنصار الحسين هذه الهندسة وهذا التنظيم لماذا جاء بهذه الهيئة التي عليها كربلاء وجاءت التشريعات وفقا لهذه الهيئة تقوس الصلاة تشريعات هذه المناسك تشريعات الأمر ما هو جزافي يا أيها الشيعة القضية منظمة في أدق معاني التنظيم من بداياتها إلى نهاياتها بغض النظر عن الروايات والأحاديث الكثيرة التي تارة تشير وأخرى تصرح من أن الإمام السجاد هو الذي دفن الأجساد الشريفة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي أستعرض جانبا من أحاديثهم الشريفة بين أيديكم هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف وهذا الباب في صفحة الخامسة والثلاثين بعد الأربعمائة من الطبعة التي أشرت إليها في بداية الحلقة باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة عليهم السلام أولا لا بد أن تعرف من أن الإمام المعصوم لا يحتاج إلى تغسيل هذا أولا وثانيا لا بد أن تعرف من أن الماء لا يمكن أن يطهر الإمام لماذا؟ لأن الإمام أطهر من الماء فكيف يطهره الماء؟ الماء بحسب المنطق النوري الماء مظهر من مظاهر ولاية علي ولذا ولذا فإن الماء الذي نستعمله في الوضوء لن يطهرنا من دون ولاية علي الصلاة باطلة والوضوء باطل بحسب تعابيرهم عن الطهور الأعظم الطهور الأعظم في الصلاة ولاية علي إمامنا العسكري حدثنا عن هذا في تفسيره الشريف الطهور الأعظم في الصلاة ولاية علي ولايتنا لعلي أطهر من الماء الذي يطهرنا فكيف يطهر الماء الإمام المعصوم لكن الإمام المعصوم هو الأسوة وهو الأنموذج وهو المثال الأكمل لذا تجري عليه السنن والأحكام بإرادته وإلا فأئمتنا أطهر من الماء ليس من المنطق أن نأتي بشيء هو أقل طهارة كي نطهر به ما هو الأعظم طهارة كلام ليس منطقية لكن الأئمة كانوا وبشكل مشدد ومؤكد كانوا يطبقون السنن والأحكام والتشريعات باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة الذي يقتل في المعركة وينال مرتبة الشهادة يقتل في ساحة الجهاد في ساحة المعركة لا يغسل تغسله بدمائه فهل منزلة هذا أعلى من منزلة الإمام المعصوم ما قيمة هذا ما قيمة هذا الذي من عامة المؤمنين يقتل في ساحة المعركة دماؤه النجسة تتحول إلى دماء طاهرة ما قيمته لأن الشهيد ينظر في وجه الله ما هو المعصوم وجه الله ما هو المعصوم وجه الله هذا هذا موضوع عميق ولست بصدد التوغل فيه لكن الكلام كما يقولون يجر الكلام باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة صلوات الله عليه إذن أولا الإمام ليس بحاجة إلى تغسيل لكن الأئمة يغسلون فهم الأسوة العليا لابد من تطبيق الأحكام والسنن أما في عالم الحقيقة فإن الإمام المعصوم ليس محتاجا لا إلى وضوء ولا إلى غسل ولا إلى تغسيل ليس محتاجا للتطهير بكل معاني وبكل أشكاله ومراتبه الماء كان طهورا لأنه مظهر مادي متسافل من مظاهر ولاية الإمام فلذا كان الماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا الماء الطهور يعني أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره لا يوجد سائل عندنا يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره إلا الماء لماذا لأن الماء مظهر مادي طبيعي متسافل في أسفل الدرجات من مظاهر ولاية علي أسفل الذين لا يريدون أن يقبلوا هذا الكلام هم أحرار ماذا سنصنع لهم والذين يقبلون هذا الكلام هم أحرار أنا أعرض عقيدتي لا شأن لي بالذي يوافقني ولا شأن لي بالذي يخالفني صدقني وأقول للإثنين اللي يقبل طبطاب واللي يرفض طبطاب هذه عقيدتي وأنا أتحدث عنها تريدون أن تقيموها بالمنطق الترابي أنتم أحرار تريدون أن تقيموها بالمنطق النوري أنتم أحرار فالإمام ليس محتاجا لتغسيل لكن الأئمة يغسلون لماذا لأنهم الأسوة العليا لابد من إجراء التشريعات والسنن وهم يجرونها على أنفسهم بأدق ما يمكن أن تكون التشريعات والسنن ويواظبون عليها شديد المواظبة قضية مهمة لا بد أن نلتفت إليها من أن الحسين بحسب التشريعات والسنن ليس محتاجا لأن يغسل ولذا فإن الإمام السجاد حينما رجع إلى كربلاء لم يغسل تلك الأجساد الطاهرة هؤلاء هم سادة الشهداء فكيف يغسلون دماؤهم طاهرة دماؤ المعصوم أساسا أطهر من الطهارة بعد استشهاده وعند استشهاده وقبل استشهاده دماؤه دماؤ الله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره أشهد أن دمك سكن في الخلد فهل نجس الخلد هناك لقد طهر الخلد وإن كان الخلد طاهرا لكن دماء الحسين زادت في طهارته هذه النقطة مهمة لا بد أن تلتفت إليها وهذا العنوان من أن الإمام لا يغسله إلا إمام الحديث ليس عن التغسيل فقط هناك نص عندنا سأقرأه عليكم بعد ذلك قد لا أجد وقتا في هذه الحلقة في حلقة يوم غد من أن الوصية يلي الوصي القضية لا تقف عند التغسيل التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه فما جاء في هذا العنوان من أن الإمام لا يغسله إلا إمام هذه إشارة وإلا فالحسين لا يحتاج إلى تغسيل الحسين دفنه دفنه إمامنا السجاد من دون تغسيل ودفن سائر الشهداء صلوات على الحسين وعلى السجاد وعلى العباس وسلام وتحيات على الهاشميين من شهداء الطفوف وعلى الشيعة الأنصار الأوفياء هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول لكنني سأجمل الكلام سأجمل الكلام باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئم أقرأ الحديث الأول عليكم عن أحمد بن عمر الحلال أو غيره عن الرضا حديث عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه وهذا الموضوع أثير كثيرا من قبل الواقفيين لعنة الله عليهم أيام إمامة إمامنا الرضا لأنهم يقولون من أن الإمام الكاظم غاب ولم يدفن ومن أن الإمام الرضا لم يكن في بغداد الإشكال الذي يثيره التافهون من الشيعة من أصحاب العمائم وغيرهم كيف أن السجادة جاء إلى كربلة قال قلت له أحمد ابن عمر الحلال هو الذي يقول قلت له قال للرضا إنهم يحاجون من الواقفة لعنة الله عليه الذين مرجعهم البطائن وقد قال له الإمام الكاظم أيام حياته قبل أن يصبح واقفيا قبل أن يؤسس دين الوقف هذا الإمام قال له يا علي اسمه علي بن حمزة البطائني قال له يا علي يا علي أنت وأتباعك أشباه الحمير هذا هو المنطق البهائمي الذي كان عليه البطائني والقندي وأمثالهما قال قلت له قلت للرضا إنهم يحاجون يقولون إن الإمام لا يغسله إلا الإمام قال الحلال فقال إمامنا الرضا ما يدريهم من غسله من غسل الإمام الكاظم ما يدريهم من غسله فهناك أمر ظاهر وهناك أمر باطن ما يدريهم من غسله فما قلت لهم الإمام الرضا يسأل الحلال هذا فما قلت لهم قال الحلال يقول فقلت جعلت في ذاك قلت لهم إن قال مولايا مولايا الرضا إن قال مولايا إنه غسله تحت عرش ربي فقد صدق وإن قال غسله في تخوم الأرض في باطنها فقد صدق الحلال هذا مسلم الإمام ماذا قال له لا هكذا قال فقلت فما أقول لهم قال قل لهم إني غسلته أنا غسلت أبي وإن كنت في المدينة وكان هو في بغداد الإمام هنا يقول للحلال لا تتحدث بالاحتمالات لأن الحلال هكذا قال لهم إن قال مولايا إنه غسله تحت عرش ربي في السماء فقد صدق وإن قال غسله في تخوم الأرض في باطن الأرض فقد صدق الإمام قال لا هكذا لا تناقش بهذه الطريقة بالاحتمالات قال فقلت فما أقول لهم قال قل لهم إني غسلته من أن الإمام الرضا قطعا غسله لأن الإمام لا يغسله إلا إمام فقلت أقول لهم إنك غسلته فقال نعم الكلام واضح الإمام الرضا كان في المدينة والإمام الكاظم كان في بغداد وبأيدي العباسيين كان في حبسهم في حياته وحتى بعد أن قتلوا هذه الحالة أصعب بحسب الظاهر لا يوجد شيء عسير على الإمام المعصور ولكن بحسب الظاهر بحسب المنطق الترابي هذه الحالة أشد من حالة السجاد حينما كان في الكوفة وكانت الأجساد في كربلاء لا يوجد أحد عندها بينما جسد الكاظم كان عند العباسيين حتى بعد قتله وأجساد الحسين ومن معه كانت على رمضاء الغاضرية كانت على التراب ورحل عنها الأمويون والأعداء الإمام قال للحلال قل لهم إني غسلته فقلت أقول لهم إنك غسلته فقال نعم الحديث الثاني بسنده بسند الكليني رضوان الله تعالى على الكليني حدثنا أبو معمر قال سألت الرضا صلوات الله على الرضا عن الإمام يغسله الإمام قال سنة موسى بن عمران إنها سنة الأنبياء فهو الذي غسل هارون لأن هارون توفي قبل موسى توفي أيام التي فغسله موسى فالإمام الرضا يشير إلى أن السنة هذه سنة الأنبياء وسيأتينا في الروايات من أن عيسى هو الذي غسل أمه مريم فهي صديقة لا يباشر أمرها إلا صديق هذه سنن الأنبياء وهذه السنن عند الأنبياء سنها لهم محمد وآل محمد فالأنبياء من شيعة محمد وآل محمد ولذا فإن محمد وآل محمد يطبقون هذه السنن عليهم ولابد أن تجري هذه التشريعات هم هكذا يريدون والإمام لا يغسله إلا إمام مع عدم حاجة الإمام إلى التغسيل لأن الإمام هو الذي يطهر الماء فإن الماء لا يطهر الإمام أنا لا أتبع إماما يطهره الماء الماء يطهرني أنا أنا أتبع إماما يطهرني ويطهر الماء هؤلاء هم أئمتي تريدون أن تتبع أئمتي أنتم أحرار تريدون أن لا تتبع أئمتي فابحثوا لكم عن أئمة يطهرهم الماء عودوا 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 إلى حوزة الطلسيين عودوا إلى المنطق الترابي لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصورت فصرت ذي وذا أهوى أبا حسني نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر